طيب خليني أبتدي معاكو في الفقرة دي تحديدا في موضوعين مهمين الأهم بالنسبة للنادي الأهلي وفريق الأول لكرة القدم وكيف سيكون استعداده للمرحلة المقبلة وهي أهم مرحلة زي ما احنا متفقين وزي ما كلنا منتظرين طبعا المباراة النهائية عقب التأهل الأهلي طبعا بعد ما تأهل وبعد فوزه على الوداد خاد 48 ساعة راحة ينتهيه النهاردة وبكرة يستأنف بإذن الله تعالى تدريباته عشان يبتدي استعداداته للمباراة النهائية اللي حتكون 6 يوم 6 نوفمبر لكن في وسط الاستعدادات دي حيكون في مباراة طلاقة على الجيش فهي تعتبر من دمن المباراة أو تعتبر هي المباراة الوحيدة اللي حيستعد كمان من خلالها بخلاف التدريبات النادي الأهلي لمباراة النهائية سواء بقى حتقابل الزمالك أو حتقابل الرجاء يوم 6 نوفمبر بإذن الله تعالى فبالتالي استعدادات حتكون قوية جدا بداية من الغد تدريبات بقى في جوانب بدانية جوانب فنية بعض الأخطاء اللي ممكن يكون ويعا فيها لعاب النادي الأهلي على مدار المباراة اللي فاتت تحديدا مع مستر موسيماني راجل اللعب كمس مباراة مع الفرق الحد دلوقتي مقصمين ما بين دوري ودوري أبطال أفريقيا فحيركز بعض الأمور الهمة لكن اللي همنا كلنا ايه كمتابعين كمحبين للنادي الأهلي هي جهزية اللعبين ماذا عن الجهزية كل لعاب النادي الأهلي جاهزين بنسبة 100% للمباراة النهائية المباراة اللي هتكون في يوم 6 اللي جاي بإذن الله تعالى رامي ربيعة مع الوقت حيخش في التدريبات عليه معلول المباراة حتمنناك وعليه خلاص الشنوي كذلك مفيش أي مشكلة بالنسبة للعابين مباراة طلاقة الجيش ممكن يركز فيها مستر موسيماني على بعض العناصر اللي هممكن يحتاجها خلال الفترة اللي جاية مش هيكونوا أساسيين أو بالنسبة له أي أن كان من اللي هيلعب في مباراة طلاقة الجيش لو حد جديد أو وجه جديد ما كانش بيلعب في فترات كتيرة الفترة اللي فاتت مش هيكون أساسي بالنسبة له أو مش هيكون لي أولوية في مباراة النهائية لكن برضو من دبن الاستعدادات لانتوا خلاص عارفين المواسط متلحمة بسبب كورونا والتأجلات اللي كانت حصلت فانت هتخلص الدوري هتخش بعد أقل من 20 يوم من دلوقتي تقريبا بصولة الدوري الموسم الجديد يعني فده كل ما يتعلق بفريق النادي الأهلي لكن الأهم إحنا خلاص يعني الثقافة الموجودة عند جمهور الأهلي والموجودة عند المسؤولين في النادي وعند الجهاز الفاني واللعبين أن أنت عديت مرحلة ووصلت للنهائي فبتقفل بقى ملف الأفراح والسعادة الموجودة عند الجماير أو بتفرح مؤقتاً وده متعودين عليه في النادي الأهلي أنت دلوقتي بتفكر في إيه؟ بتفكر في أنك لسه ما حققتش هدفك الهدف بالنسبة لك أنك تفوز بالبطولة أنت وصلت النهائي ممكن ما تبقاش موفق لقدر الله وما تاخدش البطولة بس المهم أن أنت تعمل اللي عليك والأهم من كل ده أن أنت تفضل مركز على هدفك أنك تحقق اللقب لو أنت وصلت النهائي وما فزتش باللقب يبقى عادي زيك زي أي فرقة تانية لكن أنت كبطل وكفرقة كبيرة تقدر تعمل كده لكن خلينا برضو متفقين أنه ممكن التوفيق يكون حليفك وممكن ما تبقاش موفق ده طبيعي جدا في كورة القدم الأهم أن أنت تبقى بروح اللي احنا شفناها على مدار المباريات اللي فاتت المباريات اللي وده تحديدا الحماس الكبير عند اللاعبين إصرارهم على الفوز وإصرارهم على أسعاد جمهور النادي الأهلي لو اشتغلوا بالشكل ده وبالطريقة دي بإذن الله حيفرحوا الجمهور وجمهور الأهلي دايما نزوّق حتى لو الأهلي مش موفق بيقدر يعرف الفرقة دي عملت اللي عليها ولا لا اللاعبة دي كانت رجالة في الملعب وإدروا أن هما يقدوا الأضوار بتاعتهم في الملعب ولا لا ففي كل الأحوال احنا المساندين ودعمين للفرقة على مدار الفترة اللي جاية كلها لحد ما يتحقق الهدف والفوز ببطولة دورة أبطال أفريقيا بإذن الله أين كان المين الفريق اللي انت حتقابله في النهائي هو فريق صعب الزمالك فريق تقيل الوداد فريق أو عفواً الرجاء فريق تقيل جدا في كل الأحوال انت يجب أن تستعد بالشكل المناسب وإحنا بصراحة عندنا نساكة كبيرة جدا في الجهاز الفني واللعبين ده فيما يتعلق بآخر جديد النادي الأهلي عايزة روح شوية لاتحاد القرى ويعني